السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم اعزاء المتابعين برحب فيكم بقناتي على اليوتيوب اليوم رح اقدم لكم اشطة منزلية رائعة المذاق بدون فأس حليب ما في مجهود كتير وكمان اقتصادية مكوناتها متوفرة بكل بيت بتناسب جميع اصناف الحلو سواء كانت للقلي او للفرن او على البارد بتمنى تعجبكم وهلا خلا نشوف الطريق او التحضير مع بعض عندي هون المكونات اول شي لتر من الحليب بيعمل اربع كوب مقاس يلي ساعته 250 مليلتر هذا هو كوب المقاس فيكن ازا ما بتكن تحطو حليب ممكن تحطو مي وتحطو كوب من الحليب المجفف ويكون كامل دسم اطيب تمام انا حبيت تحط حليب هلا راح نروح للمكونات يلي راح نحطها داخل الحليب اللي حتى تكوني القشطة وتعطينا طعمة طيبي عندي هون السميد عندي تلت كوب مقاس سميد ناعم انا استخدمت ممكن تستخدمه وسط او الخشن السومولينا عندي هون تلت كوب من الطحين تلت كوب من النشا كورنفلاور وعندي سكر ربع كوب حسب الرغبة الحلة نجي للمطيبات فيكن تحطو فانيلا ممكن تحطو ماء زهر او ماء ورد او ارفي او ممكن تحطو مستيكا ها هي المستيكا يلي مستخدمها لعمل الراحة والحلويات يلي بتكون مثل المهلبية والبوزة العربي انا حبيت تضيفها لان تعطينا نكهة طيبة رح اطحنة مع رش صغيرة من مقدار السكر لحاطة تنتحن بسهولة قدت لكم هاي الخطوة معنا مهمة بالوصفة هي مجرد نكهة اذا متوفر عنكم الفانيلا وماء الزهر او ماء ورد فيكن اه تحطوهن هلا مشان نعزز نكهة القشطة بتحطو اما معلقتين طعام من الزبدي او بتحطو علبة قشطة وفيكن تستغنوا عن هاي الخطوة باضافة معلقتين زيادة عن مقدار السميد لحتى تمسك القشطة اكتر هلا رح افرغ على البارد بوعاء حليب ورح احط السكر طبعا فيكن تستانوا عن السكر حسب الرغبة رح ضيف المكونات من الطحين والنشا والاسميد ترتكوب من كل نوع رح ادوبهم بالبداية قبل ما شغل النار على البارد لحتى اتأكد انه ندابوا بالكامل ما في عندي اي كتل هلا هيك صار المزيج تمام هلا بشغل النار وبلش بحرك على نار عالي نوعا ما بس بلش المزيج يسخن عنده بخفف من درجة الحرارة شوي حتى ما يحترق الخليط لانه هلا بس يسخن ديبلش يتماسك شايفين بلش هون يتقل المزيج بخفف النار اكتر وبلش بحرك لحتى ينطبخوا مظبوط ما يتم طعمة ني مو مطبوخ بضيف هلا غطى ماء زهر وبحط المستيكاي اللي تحنتها مع رشة السكر بالبداية والمطيبات برجع بذكركم هي حسب الرغبة شايفين كيف تقل المزيج هلا بدي ارفع هذا المشبك وحط معلقة بدي حرقهم اطبخهم على نار هادي لحتى يتم طبخ المكونات كلها بكامل شايفين بهاي الطريقة صار المزيج ناعم ما في كتل ابدا لانه حركناهم بالبداية على النار وتقل عندي اكتر المزيج هلا بدي ارفعوا هيك اخد كيفاي بدي اسكبوا قدتلكون اذا بتكون انضيفوا زبدي بتحطوها قبل ما تسكبون بصحن لتبردون باخر مرحلة بتدوبون او بتحطوا علبة اشطة هلا بهاي المرحلة بدي حطة انا او بتحطوا معلقتين زيادة سميد متل ما حكيت مع السميد يلي ذكرنا بالبداية بتحركون هيك بتصير قوام الاشطة متماسك اكتر فبدنا نجود بالموجود بعد ما حطيت الاشطة الجيمر بدي غطيه بورق بلاستيك لحتى ما يتشكل اي طبقاء او اشري خليها تبرد ربع ساعة بيجو الغرفة بعدين بدخلها على البراد لحتى تبرد بتاخد معكن اقل شي ساعتين لتتماسك بعدين فينا نستخدمها لأي وصفة حلو ممكن تحضروها قبل بيوم اذا حابين تجهزوها لوصفة حلو شوفوا قوامة هلا انا عملتها لأكلة حلو بدي حطة بالفرن ان شاء الله رح ادميكم ياها الفيديو القادم اذا حابين تكون قوامة اسمك من هيك ممكن تحطوا معلقة من الزبدي مع علبة القشطة او ممكن تحطوا معلقتين طعام من السميد فانتو تتحكموا بالسماكي حسب الرغبة انا هيك ملاقيتها كتير ممتازة بتستخدموها القطيف المقلية او العصافيري او بتعملوها لكنافي اه كمان ممكن للمدلوقة ممكن اه البقلاوة هاي الاصناف كلها انا نزلتها بالقناة اذا بتحبوا تشوفوا طريقتها بتلاقوها بصندوق الوصف بالاضافة لعمل عجينة البقلاوة المنزلية نزلتها العام الماضي فيكن تعملوا بالقشطة عيش السراية او الراحة او ممكن بسبوسي المحشية اشطة عن جد رائعة المزاق جربوا انا مسبقا نزلت العام الماضي اه الاشطة بفقس الحليب كمان ما شاء الله اخدت صدب القناة ونعلت اعجاب كتير من الاخوة وجربوها فيكن تختاروا اي واحدة مننون وتجربوها لوصفات رمضان شاء الله كالعام وانتو بقالف خير شاء الله بشوفكم بفيديو جديد بتمنى اذا عجبكن المقطع وشوفتوني بستاهل اضغطوا على زر اللايك وعملوا مشاركة اشتركوا بقناتي اذا ما اشتركتوا فضلا وليس امرا وانتظرونا بالفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة